حبيبي أهل السمع أصدقائي أخوة الأعزاء أهلا وسهلا بكم من جديد عم تجيين رسائل كتير أن أتكلم عن الفنان النجم نور مهنة يا حبيبي بالنسبة لألي أنا أقرب فنان إلى روحي هو النجم نور مهنة نور مهنة بدأت معه بعام 1994 كنت الملازم دائما ملازمه في الحفلات ما نترك بعضنا أبدا نعيش بغرفي وحدي ننزل بالفندو والسويت أنا وياه أسراره عندي أسراري عنده بدي أحكي لكم بقى عن فنه أول شي نور مهنة شخصية جميلة كريم ما بعينه كل للدنيا صوت صوت رجل مليان بيغني اكتافين دهب من القرار إلى جواب الجواب بيغنيهم بجمال تحت في رقة وعزوبي وشجان طبعا عنده عدة ألبومات كلهم ألبومات ناجحة أغاني ناجحة من الموسيقار صلاح شرنوبي الموسيقار ملحم بركات واوى يعني كان هو زكي وان في ملحن يسمع لحن جميل بيقططفوا بياخدوا ما عنده مشكل كريم يهموا فنه أغنيته تكون ناجحة تسجيلات تكون عالمية يعني بذكر عندنا الأغنية كذا مرة بصوت الحب في القاهرة كون أنا ملازم جنبه وقضينا أيام جميلة من العام 1994 حتى الألفين أني أنا تعبت صار عندي مرض قلب ومعد يعني مارست تعبت طبعا الاستاذ نور بدأ شهرته بأغنية وحشتني للمطرب الكثيري السعاد محمد يعني قدر الاستاذ نور يوصله أكثر من سعاد لأنه نور عمل فيه شي شبابي عمل الحركة وزع فيه صار توزيع صار فيه شغل غير التطريب وضع التطريب بالإضافة إلى الحداثة الموجودة في الشارع العربي وبصوته الغريب الرجولي اللي نحن افتقدنا هذه الأصوات من عبد المطلب لفهد بلان يعني أنا بيعتبره النفس الضخام الجميلة الحنان الحلاوي فالاستاذ نور يعني مطرب زكي بدأ لتلك نبو حشتني للسيدة سعاد محمد اللي كانت مغنيتها من زمان إنما إجا الاستاذ نور عطاه للجيل الجديد الناس شوها الغنية شوها الحركة شوها الموسيقى شوها التوزيع فأخذت مساحة كبيرة وقدرت تتحطه نجم بعد لحقة فورا بأغني للموسيقار ملحم بركات ولا مرة كنا سوا ولا مرة أيضا يعني صوت صوت إجا جديد صوت عريض في شجن في رجولي في حنان كل المواصفات الحلوة في هذا الصوت فأكيد بدكم في نجاح والنجاح من الله سبحانه وتعالى فهكذا بدأ الاستاذ نور وبدأنا معه طبعا أنا أطلع افتتح غني نصف ساعة أو أقدمه للاستاذ نور بعد سافرنا غنينا في لبنان في الأردن في مصر في كندا طبعا هو دار العالم مش شرط كوني يعني مثلا أستراليا كنت بد بيروله لنتفي أميركا راح دار العالم نور يعني طبعا رحنا على السعودية العظيمة عملنا عمر سوا كمان قضينا أحلى أيام بالسعودية مع أصدقائنا ناس طيبين كرماء سميعين مزوئين وبلد حلوة بلد حلوة يعني كان أجمل المسارح اللي أنا غنيت عليها هو مع الأستاذ نور الأخ والصديق اللي ما فيه إنساء حتى الموت فنور شو ما حكيت عنه قليل لأنه اللي بيربطني مع نور الصغير الآخرين حتى أنا يعني مع الإسراء كان له أب وأم رحمه الله من أطيب الناس أبو الحزج بشير الإنسان المؤمن الكريم وعائلته وأخوته الشباب يعني تعرفنا صرنا أهل وأصحاب كلهم فنور مطرب يعني عمل بقلعة حلب كان نجم كبير عمل في لبنان كان نجم كبير بالأردن كان نجم كبير فنور يعني لما دخلنا من الأربعة وتسعين للألفين نسيطر على الساحة الفنية يعني نور مهنى صوته صورة لما بقف على المسرح بيأكل المسرح صوته لهالدار صوت رجل مليان ما حدا يعني من اللي عم يطلعوا هلأ قدر يوصل لهي المكانة طبعا نجاح الفنان يعني اللي بيحب مهنته بده ينتبه علي إذا انتبه بينجع ما انتبه ها بتفلت منه نور كان حريص جدا على الموسيقيين ما في عنده الموسيقي يكون أخوه إذا مو موسيقي ما بينزلوا معه يعني كان لما يجيب ست كمانجات من كمانجات اسمعوا قوس واحد يعني فيه في صنعة ينفزولوا الأغني بروفات تطلع مثل الدهب أجهزت الصوت كذلك الأمر يتعذبوا يهلكون لا ما هذا الصوت لسه فيه أجمل لسه فيه أجمل إذن هذا هو سر النجاح بحبه لمهنته نجح صوت لتلكون أنه بيغني أكتابين يعني إذا غنى القرار هالباص المليان صوت مليان بالقرار مثل المرحوم فهد بلان مثل عبد المطلب صوت رجل فيه شجن بيطلع البريتون فوق كمان مليان دافئ بيطلع جواب الجواب بيصير يعني بيذكرك بيطي نور أدي بالدايخ لأنه صوت عريب المهم أنه صوت نور صوت جميل صوت شرقي جميل يعني بتقول له آه بتقول له آه الصوت الجميل بتقول له آه فيه ميزة حلوة بالإستاذ نور أنه إذا غنى فالت يعني أنا بالفالت ما بيطربني غير الإستاذ وديع على وجه الأرض بيطربني أنا الإستاذ نور لما بيقول فالت لأنه صوته مليان بعدين بيركز مثلا أنه بيكون عم يغني لعبد الوهاب ما بيقلب يعني إذا عم يسلم عليك أو عم يحكي أو عم يغني هذا هو الصوت نور مهنى هاي دي من أسرار نجاح الفنان بينما بتلاقي ناس مثلا متأسر بعبد الوهاب متأسر بالكبار بتلاقي عم يلبس مثله أو عم يمشي مثله مثل ما عمل الوسوف الحبيب طلعوا كتير نجوم صاروا بيقلدوا بالمشي بيقلدوا بوقفة المسرح بتمشت الميكريفون إيه لأ نور ما بيقلت حدا أكبر مطرب أصغر مطرب بيحترم كل الناس لك أنا بغني بالصوتي اللي بيحبني أهلا وسهلا لما بيحبني قدر عمل لحاله يعني صار شخصية نور نور مهنى صوت صوت رجال صوت مطرب قادر بيغني النغم صح بيقلوا بصح يعني أنا بيت معه ست سنوات وقديش غني وتعب ما سمعته مرة نشاز بالحفلات طبعا أنا شاركته بحفلات على البحر مكشوفة يعني يكون فيه آلاف كان بالأردن كان فيه لبنان طرابلس لبنان في بيروت شاركته بالحفلات المفتوحة على البحر أو كذا بيأكل الدنيا يعني أبضاي يعني رغم هوا البحر في كتير مطربين بيشم هوا البحر بره بعد ساعة بيندك صوته ما شاء الله ما بتفرق معه بعدين أذكر مرة كنا طالعين عم نسلم على المطرب الكبير صباح فخري الدنيا تلج في دمشق وهو لابس فاتح هيك القميس قال له لك شلون إيما تحفلتك قال له بقال له لك بعد بكرة وفاتح صدرك لك يروح صوتك كذا قال له أنا بحب البارد هو بيأويلي صوتي بعد جابني عجنب صباح قال له لك حكيه معه بيروح صوته لكن البرد بيكونوش الصوت كذا قال له والله بيحبك لساق قال له أنا بحبه لك شعبه قال له لك أنا بقره الطلج بطلع بغني إذن هذا الصوت من الله سبحانه وتعالى وكل واحد مثل ما بيربي صوته إذن كل ما هناك نور أخي وصديقي النجم الكبير والمطرب الكبير لا ننساك أبدا أنت مطرب صوتك حلو حضورك حلو أغانيك حلوة الله يوفقك وشكرا للي عبي يسمعونا وأنا مثل ما طلبت وفيت بوعدي سامحونا عالتقصير حبيبي شكرا 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 شكرا